قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير مصر النهاردة خلينا نروح لهالة ونتعرف منها على أخبار الطاقس وكمان نعرف منها الحالة المرورية في شوارع القاهرة والمحافظة ياهالة صباح الخير صباح الخير يا شازلي صباح الخير يا منا وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا صباح الخير هنبدأ جولة طبعاً الأول جولة مرورية وبعد كده نلقي نظرة سريعة على الطاقس نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر طبعاً هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديداً من كبري أكتوبر اللي بيشهد كسفات مرورية وتباطئ لحركة السيارات أعلى الكبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس المتجه من مناطق وسط المدينة وحتى مدينة نصر شارع رمسيس نفسه بيشهد كسفات مرورية هتبدأ تقل تدريجياً لحد ما نوصل لغمرة كبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كسفات مرورية أما شارع بورسعيد من نازلة كبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمرة فيه كمان كسفات نسبية عند الويلي والحد كبري الساحل والأمريقية وكرنيش من المظلات إلى وسط البلد فيه كسفات مرورية بسيطة ومتقطعة المتجه إلى المؤسسة في سيولة مرورية مع عدة بعض الكسفات عند المظلات في المجمل نقدر نقول إن شوارع قاهرة الرئيسية بتشهد كسفات مرورية بسبب طبعا زهاب الطلاب إلى المدارس والجامعات وسط تواجد رجال المرور لسحب كل الكسفات تعالوا نستكمل مع بعض جولتنا بشوارع الجيزة شارع الهرم بيشهد كسفات مرورية الكسفات بتزيد مع ساعات الزرق كمان بقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطئ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في التقاطب مع المريوتية وفيه كمان كسفات للمتجه لكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل فيه كسفات مرورية بتبدأ من محطة المريوتية ويمكملها لحد كبري فيصل كمان بتظهر بعض الكسفات التانية في شارع السودان لغاية جامعة قاهرة ومدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاء ومبابا بالنسبة لمحور صفت اللبن ففيه كسفات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة محور 26 يوليو بيشهد كسفات مرورية قبل طلعت الدائري ومدان لبنان والغاية نادي الزمالي كمان فيه كسفات مرورية على كبري 15 مايو المتجه للمهندسين والعكس سبب أعمال التوسعة اللي بتتم في الكبري طبعا حبينا نبلغ حضراتكم ان غلق الطريق الدائري انتهى وتم فتح نزلة الرماية المتجه لأكتوبر وكمان تم إلغاء التحويلة للنفق حزم حسن وتفتح الطريق اللي جاي من أكتوبر باتجاه الدائري نروح بقى لمحافظة اسكندرية فينا كسفات مرورية عند كبري ستانلي وعلى طول الكورنيش كسفات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كسفات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كسفات مرورية ولكنها متحركة هنكمل جولتنا المرورية في أسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع هنلاحظ كمان إن فيه كسفة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كسفات مرورية كمان فيه بعض الكسفات المرورية في الشارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجميعي في بعض الكسفات المرورية كده خلصت جولتنا المرورية تعالوا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطاقس النهاردة الطاقس هيكون مقل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال السيد فيه شبورة مائية الصبحة تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق كمان فيه فرص ضعيفة للأمطار أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء ومدن القناة درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31 وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان وهي 37 أقل درجة حرارة في مطروح 27 درجة طبعا هنتابع مع حضراتكم التقص بالتفصيل بس بعد شوية ودلوقتي هنرجع تاني للشازل يومنا ومتابعة باقي فقرات صباح الخير يومنا عودة لكم مرة تانية للشازل يومنا شكرا لك يا عمي اشتركوا في القناة